يعاني عدد كبير من الرجال مشاكل العقم التي انتشرت مؤخرا في الكويت وأغلبهم لا يجيد التعامل مع هذه المشكلة منهم من لا يثق بنوعية العلاج المقدم في البلاد ويذهب للعلاج في الخارج العقم ومشاكل العقم وكذلك الأمراض التي تصيب الرجال ستكون محور حديثنا مع الدكتور أحمد الكندري استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الكويت يسأل لي صباحك وحياك الله دكتور الله يحييكم مشكوري عن الاستضافة يا هلا فيك دكتور طبعاً احنا بالعادة نعرف ان الرجل يعني البرستاتة عنده هي مسؤولة عن العقم شن المشاكل اللي يصير في البرستاتة وشن يعني شن يؤدي الى تضخمها هو طبعاً في الغالب يعني تعقيباً على ملاحظتش ان البرستاتة ما لها علاقة مباشرة في العقم ولكن لها علاقة مباشرة في مشاكل التبول عند الرجال نعم فإحنا ممكن نتكلم عن البرستاتة بعد نرجع حق العقم عادة هي البرستاتة غدة موجودة فقط عند الرجال نعم مسؤولة عن جزء من السأل المنوي موجودة عند ما نسمي عنق المثانة وفي الغالب بعد الأربعين يحصل فيها بداية التضخم وهذه طبيعة عادية وليس ست مرض خطير نعم بس الجزء الثاني موضوع البرستات عند الرجال هو الوقاية من الأورام اللي الآن صار في حملة توعوية لأن عندنا بالكويت نسب الإصابة الله يكفيكم شار سرطان البرستات مو مثبتة بشكل دقيق وبالتالي السبب عدم الكشف المبكر مثل ما نقول فننصح عادة أي رجل بعد الخمسين أو أي شخص عنده أعراض بولية ليس من باب التخويف بس من باب الحرص والاحتياط أنه يقوم بالكشف المبكر لو تكلمنا عن أعراض التضخم في الغالب أكثر المرضى يشتكون من الصعوبات في التبول تختلف ما بين تكرار البول تقطيع البول الله يعزكم وأحيانا التبول متكرر بالليل يعني وبعض المرضى قد يصل إلى مرحلة شديدة اللي ممكن يصيبها حصار في البول النوع الثاني اللي هو أورام البرستات قد ما تكون لها أعراض وبالتالي فحصه يكون عبارة عن فحص سريري بالإضافة إلى تحليل دم أحيانا بعض السونارات طبعا العلاج الموجود أو المتاح لحالات التضخم الحميد مثل ما نسميه إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن فقط المتابعة يعني ما يشترط أنه يعطى الواحد علاج لأن للأسف العلاج الموجود طبيا ما يزيل البرستاتة وهي أصلاً ممطلوب بزالته ولكن يخفف الأعراض فلهذا نخلي العلاج اللي عندهم أعراض متوسطة أو شديدة اللي بده تأثير على الحياة اليومية على دوامة على نومة ما يقدر ينام أربع خمس مرات يقوم بالليل فمحتاج شيء يريحه ولهذا المرضى اللي عندهم أعراض متوسطة أو شديدة يأخذون العلاج طبعا تفضل أنا أسف كنت أبي بس نركز على موضوع الأعراض شنو هي الأعراض اللي واحد يحس فيها علشان يروح حق الدكتور مثل واحد يحتاج أنه يروح حق الدكتور ويعرض نفسه على الأطباء صحيح في الغالب يعني أعراض التوخم تظهر بعد الأربعين المعدة الأكثر الحالات بين الخمسين وستين هم الأكثر يصابهم ولكن ممكن حتى بعد الأربعين وبعض المرضى أواخل ثلاثين تظهر عندنا نوع من الأعراض أعراض الصعوبة وأعراض نسميها التهيج أعراض الصعوبة أن المريض ممكن لما يريد يتبول ما يقدر يبدأ البولة يقعد ينطر بعضهم يبتح الحنفية كأنه فيه شيء مصعب عليه خروج البول هذا أحد الأعراض العراض الثاني مع أنه حاسس أنه حاسس وحاسس أنه متضايق ويبي بس ما يقدر يقعد ينطر شوي هذا نسميه أعراض صعوبة لابتداء العراض الثاني أن تدفق البول يضعف عنده فيشعر أن المسألة تأخذ وقت أطول يقعد بالحمام مدة أطول مع تقطيع في البول مع إحساس أنه ما يقدر يفرغ وبعض المرضى قاعد يتعصر لدرجة أن يحوش أفتاق من شدة التعصر هذه يسميه أعراض الصعوبة وآخرها وأسوأها هو الحصار أنه يقول له تحصار لست ساعات إلى 12 ساعة مقدر تبول وألم شديد وهنا يجب أن نذهب إلى المستشفى عشان نفرغ البول النوع الثاني الأعراض نسميه التهيج وأن المثانا بسبب صعوبة البول تصير نشطة فهذا النشاط يؤدي إلى تكرار في البول يعني ممكن كل عشر دقائق رايح الحمام وكل ما يروح كميات بسيطة بالإضافة إلى الحاح نسميه في التبول يعني إذا تكرمون يتلل البولة في أي مكان لازم بسرعة يركض على الحمام أو ممكن حتى يفقد السيطرة بعض المرض يضطر إذا هو بالسيارة يوقف بالشارع يشوف المكان يتبول والنساء إذا يعطوا عن النساء يختلف فالخلاص أن هذا عرض شديد اللي هو الحاح في البول الأمر الأخير هو التبول الليلي هاي عرض التهيج أن هذا أحد أسباب اضطراب النوم عند الكبار أو عند من يعانمي هالمشكلة لأنه لا يقدر ينام كل شوية قائم رايح خصوصاً كامل النوع اللي لا يقدر ينام بسرعة يعني وفي أحيان أخرى ممكن يكون في آلام هاي عموماً أعراض اللي هو التضخم اللي ذكرناه يعني طيب بالنسبة حق أرقيت لك البروستات تأدي إلى تأثر حق على الإنجاب نعم عبرتك تقول لي لا لا صحيح لا فإحنا الإنجاب عادة وظيفة الإنجاب تكون يعني في الخصية الموجودة عند الرجل البروستات لها دور فقط في جزء من السائل المنوي فهي في بعض الحالات أنه ممكن مشاكل البروستات تؤدي إلى مشاكل في العقم أو تأخر الإنجاب بس هي الأقل إذا حبيتم تتكلم عن موضوع العقم عموماً هو فعلاً ظاهرة من تشرب الكويت أكثر من ما كنت أنا توقع يعني توقعت أن نسبة العقم عندنا يعني نفس النسب العالمية لكن أنا أعتقد وهذا رصدت عبر سنوات متابعة الحالات أنه عندنا أكثر وربما من أحد الأسباب هذه عندنا عامل وراثي لدور كبير الزواج الأقارب هذا لدور في انتكرار تلاقين في الأسرة اللي فيهم العقم يكون في واحد أو أكثر عنده مشكلة في الإنجاب في العائلة من الرجال يعني إنما عندنا ذلك الثقافة اللي الرجل يعني يعترف أنه فعلاً مقادر على الإنجاب صحيح صحيح ودائماً يكون اللوم يقع على المرأة على المرأة يقعد يخليها سنة أو سنتين ثالث راجع وما يفكر راجع خوفاً من أن يكتشى في شيء أو حرج لو تطلق من الزواج أحد الثانية صحيح 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 لا وعالتاً تصير في حتى أمراض نفسية من هذا الموضوع نعم علاج هذه الأشياء هل هو سهل؟ نعم طبعاً إذا رجعنا إلى تشخيص العقم شنو بالضبط نقصده في العقم هو العقم تعريفة أن عدم القدرة سنة من الزواجة لكن مو شرط إذا الواحد يعني بعد ستة شهور يرغب به زوجتين ينجبون أنه لا يراجع لا يقدر يراجع فأول شيء نسوي في الرجل وهذا مهم جداً من خلال برنامجكم ننبه عليه أنه يتم فحص الرجل كثير من حالات عدم الإنجاب يروح الزوجين لأحد الزملاء الدكاتورة مع تقدير الجميع فيقول لها خلاص نسوي لكم أطفال الأنابيب وإن شاء الله تحمل الزوجة بس لما نرجع منه أساس المشكلة يدرون أن الرجل عنده سبب بس يقول لك لا خلاص بدان ما نحن فيها الآن تقنية أطفال الأنابيب لها نسبة نجاح ليست بالممتازة ولكنها جيدة وممكن تدخل فيه شوية مشاكل فهي حل ممتاز للي يحتاجها لكن أنا عندي رجل ما شفته أعطيكم مثال كثير من الأحيان رجل لا يتم تقييم يمياني أحد المرضى عشان الإنجاب وطبعاً لما يروح لغيره رح يقول له تعالى أطفال أبي عنده ورم خبيث سرطاني في الخصية فممكن هذا لا يكتشف والدكتور رهم أن هذا ينجب بس هذا صحتها أيضاً مهمة فإنك أنت شخصة وتعرف شنو سبب الضعف اللي عنده ومعايش بس علشان ينجب نعم نعم ولهذا نحن من خلالكم نبي ننبه أن أي حالة تأخرين جاب لابد من عرض الزوجين المرض تابع عند دكتورة أمراض النساء لتقييمها والرجل عند دكتورة مسالك البولية لتقييمها فهذا من حقه يعرف شنو السبب هل هذا الأمر لا تأثير على صحته وشنو وسائل العلاج الموجودة طبعاً لما نحق هل هناك علاج جواباً عن سؤالك يرجع إلى أساس المشكلة في نوعين خلال نختصر الموضوع العقم أنه في بعض الرجال عنده ضعف في نوعية السائل المنوي يعني نسميه أعداد الحيوانة المنوية قليلة أو نشاطها قليل وفي نوع ثاني معدوم الحيوانة المنوية عنده في السائل المنوي فهذا علاج يختلف عن الثانية من أحد أشهر أسباب ضعف الحيوانة المنوية أنه نشاطها قليل وعددها قليل هو حالاً سميه دوالي الخصيتين معنى كلمة دوالي وعلى الناس تسمعها لا تعرف مقصود الدوالي يعني الأوردة الكبيرة العروق المنتفخة وهذه ممكن تصيب الرجل والتدكم بارزة وممكن تصيب الخصية وتأدي إلى ضعف وظيفتها طبعاً شلون الواحد يشخصها إذا ما شاف المريض لهذا كثير من الحالات اللي قلت لكم ياه مجرد أن المريض يروح لأطفال نبيب ولا أحد فحص عليه ولا أحد شافه فهذا من أحد الأسباب وهذه علاجها متأسر ونتائجها ممتازة صحيح أنه يستدعي عملية جراحية بسيطة ولكن نسبة استفادة المريض منها من 70 إلى 80% من الحالات اللي سوون العملية يتحسن ويرجع إلى وضع الطبيعي لكن لو هذا الشخص بس سوى أطفال نبيب وش راح يصير راح ممكن ينجب أول مرة بس بعدين أكيد الزوجين يرغبون في إنجاب أكثر فكل مرة بيروح يراجع يفحص بالله ضعيف روح أخذ أطفال نبيب ولهذا حل المشكلة الجذري من باب منطقي أنك تعالج السبب وليس أنك تساعدها في الإنجام طبعا الحل الثاني في بعض الحالات اللي ما نلقى شيء ظاهر وتفسيرها أن هذا نسميه الوراثي أو الجيني أن هذا خلقة الخصية عنده إنتاجها ضعيف فطبيا الحلول المتاحة في الحالات هذه هو أن النشط الخصية بأدوية مختلفة حسب تحاليل الموجودة إذا ما أدت إلى استجابة أو نتائج مفيدة هنا ممكن نلجأ إلى أطفال نبيب فدعم التدرج هذا مهم في الحالات هذه دكتور أنت تطرقت إلى موضوع أو نقطة مهمة جدا اللي هي الواحد لما يصير عمره 40 سنة فما فوق يصاب بهذه الأشياء أنزين قبل الأربعين هل يمكننا هو يصاب بهذه الأمور؟ طبعا بالنسبة للتضخم غالبا بعد الأربعين في حالة قليلة أو آخر الثلاثين لكن بالنسبة للعقم في الغالب في سن أبتشر لأن أغلب الآن صحيح أن يمكن سنين الأخيرة الشباب صار يتأخر في الزواج لكن معدل زواج الشباب في الكويت من 25 إلى 27 هذا المعدل فهذا العمر يليك صار لسنة 25 إلى 26 سنة ما أنجب فممكن الموضوع ضعف الإنجاب يكتشف في سن مبكر وفي بعض المرضى يعني من إجراء احترازي يعني على سبيل الأمثلة اللي نكتشف فيها الدوالي بعض الشباب اللي يقدم الخدمة العسكرية من أحد اشتراطاتهم أن يفحص فيكتشف عنده الدوالي وبعدين لو يقولوا له سوف أحص للسائل المنوي نكتشف أنه ضعف وبالتالي ننصح بعلاجه نعم طبعاً في نقطة مهمة أريد أستغلها من خلالكم عشان نوعي الجمهور اللي هو التدخين وأثره على الإنجاب فالتدخين من أحد أشهر الأسباب اللي يغفل عنها الجمهور وحتى يغفل عنها الأطباء أن يحرص المريض عليه لما يتكلم عنها يقولوا الله ممكن يضرر لك حاول لكن ما يعطي المريض يعني أهمية وبالتالي المريض لا يتحمس أنه يقطع عندي حالات أنا مجرد أن قطع التدخين تحسنت أمورها وصار عندها قدرة الإنجاب وبعدين أنت تتكلم عن شاب عمره 25-27 أنت أفضل فرصة لك أنك تحافظ عليه من آثار التدخين اللاحقة اللي هو الله يكفيك من الشر أمراض القلب والسرطانات فهي العمر هذا ولهذا أنا استغل للوقت لما يني مريض عنده ضعف الإنجاب وعنده ومدخن ويقرر أن يسوي عملية للدوالي أقول له الآن فرصتك لأن عادة قبل عمليات أي عملية ينصح بالقل قبلها ثلاث أيام إلى أسبوعي بطل بعدها بأسبوعي بطل فأقول له هي فرصة لك يعني أن أنت تستغلها بأن أنت رح تقطع عشان العملية فخلاص استمر في القط ولا رح تتحسف لأنها رح تفيدك في الأمور الثانية أيضا آخر نقطة مهمة في توعية الشباب للأسف الشديد بعد حرص كثير من الشباب على يعني الرياضة وبناء العضلات صار في سوء استخدام لهرمونات الذكورة هذه للأسف أداة ضارة خصوصا أنها تعطى من غير إشراف والأسف بعض الأمدية تعطيها بشكل غير قانوني الصحية خصوص الأمدية الصحية فينتج عنه إيك شاب عمره 25 سنة حريص على شكل عضلاته بعد سنتين خلاص يقرر أنه يتزوج ويجب أنه لا يوجد قدرة على الإنجاب إطلاقا تخيل أنت عشان تبني عضلاته وهذه بناء مؤقت لأنه قد ما تأخذ الدوار سيكون شكل عضلة زين معنا الوقت رح يقل تجل تلقي نفسك ما عنديك قدرة على الإنجاب